سئلة أم محمد تقول تقول إن لديها عدة أولاد وتريد أن تهب لهم جزءا من مالها هل تهبه لهم بالتساوي أم بتوزيع الإرث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله و اعدلوا من أولادكم هذا الحديث له قصة و هو أن بشير بن سعد أهدى لأحد أولاده و هو النعمان غلاما فما فتئ إن استرد ذلك الغلام فبعد ذلك أهدى له بستانا نخلا فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يعود فيه كما عاد في الهبة الأولى فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أهب لإبني نخلا فاشهد عليه رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم و قال له أكل بني قد اعطيتهم مثله قال لا قال لا قال أي سرك أن يكونوا في البري سواء قال نعم قال فأمره بعد ذلك بأن يعدل بينهم والأضهر من قولي أهل العلم أن العدل في هذا الباب يكون بمقدار الإرث فإن أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال و ذلك أن المتطلبات و المسؤوليات على الإبن الذكر أكثر من المسؤوليات التي تكون على البنت و ذلك أن الإبن الذكر يقوم بالنفقة على نفسه و على ولده و على زوجه زوجته بخلاف البنت فإنها غير مطالبة بذلك أصالة إنما يطالب الزوج بأن ينفق عليها و ينفق على ولده منها و لهذا جاءت الحكمة الشرعية في ميراث الأبناء و البنات أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه الحكمة في هذا الباب و لذا أيضا ينبغي و يحسن أن تكون الهبة من الوالد لأولاده على هذه القسمة الإلهية في الميراث نعم